في بيتهم اللي استولت عليه اليهود سعيد وصفية كانوا قاعدين جوة منتظرين رجوع ابنهم خلدون اللي بقي اسمه دوف من شغله سعيد كان خايف من اللي جاي لأن خلدون مش بقي خلدون بعدما هم ربوه وعلموه وشكله عرض على صفية إنهم يمشوا لأنهم سرقوه وخدعوه وأصبح بينتمي ليهم لكن كان فيه خيط من الأمل خلاهم يقعد يستنو ولما وصل ابنهم اكتشفوا إنه بقي جندي صهيوني مكنش مهتم إنهم والدي ونفى أي علاقة بيهم قال لهم الإنسان قضية وإنه عرف إن أبوية وأمي عرب قبل ثلاث سنين وبعد كده قال بعدما عرفت إنكم عرب كانت دايما بتساءل إزايا الأب والأم يسيب ابنهم وهو في شهره الخامس ويهرب وإزايا اللي مش أمه وأبوه يربوه عشرين سنة رد عليه سعيد وقال الإنسان في النهاية قضية لكن أي قضية إحنا لما نقف مع الإنسان فده ملوش علاقة بالدم واللحم وتذاكر الهوية وجوازات السفر هل تقدر تفهم ده؟ حاكمهم دوف وأعلن بوضوح إنه ابن قضية مختلفة عن قضيتهم الإنسان بيحدد هويته من قضيته مش من جيناته أو دمه رغم إن دمه عربي اترب على أيدي دولة الاحتلال اللي علمته وضربته وشغلته فبقت قضيته قضيتهم عرف أصله بعد ما ثات الأوان لأنه اتبر مد وتشكل حسب قوالب دولة الاحتلال ومعرفته بأصله زادت من غضبه على والديه إنهم سبوه وهربوا من الخوف دوف كان محق لما قال إننا الإنسان قضيت لكن الأهم هو قال إيه أبوه سعيد؟ أي قضية؟ لكل إنسان قضية ومن غير قضية بيبقى مجرد رقم صفري قيمة الإنسان بتحددها قضيته وفي اختلاف كبير بين قضية بتسعى لإزالة الظلم وقضية بتكرس الظلم بين لي قضيته الحرية والعدالة ولتني لي قضيته الجور والعدوان فعلا الإنسان قضية ومفيش حصرا للقضايا دي من المال والشهوات للأملاك والسلطة والحرية والعدالة والاستعباد والتعدي والقتل والتدمير وغيرها الكيان الغاصب أعلن قضيته قبل ما يتأسس واللي تمثل في القتل والتهجير والارتصاب والظلم والعدوان ومحو الآخر في المقابل قضية الإنسان الفلسطيني بتسعى للتحرير وترضي المحتل وتحقيق العدالة وحياة كريمة وإرجاع الحقوق لأصحابها والتمسك بالأرض والدفاع عنها بكل غال ونفيس ترجمة نانسي قنقر